اشتركوا في القناة القدرة على المستوى الخارجي جاء ذلك عبر مشاركتهم في سباق بطولة مبزر الدولية للقدرة في فرنسا لمسافة 20 كم وشكلت متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجاحا بارزا للمشاركة الأوروبية الأولى لأنجال سموه وأنجال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مشاركة الأنجال في أول سباق أوربي يسهم في بلورة الأهداف بتشجيعهم ومؤازرتهم والحرص على الوقوف إلى جانبهم من أجل مواصلة مسيرة نجاحات مملكة البحرين في المستقبل عبر رياضة القدرة حيث أننا نحرص دائما على تشجيع الأنجال من أجل حمل لواء القدرة البحرينية والاطمئنان بأنها تسير نحو المزيد من الازدهار والتطور وأضف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المتتبع لمسيرة القدرة البحرينية يدرك تماما مدى تطورها وتحقيقها العديد من الأهداف ودائما ما نراهن على عطاء الفرسان في كافة المحافل حيث تجسد مشاركة الأنجال في أول محطة أوروبية لهم مسيرة العطاء مع الخيل وتابع سموه وضعنا أهدافنا منذ سنوات واليوم نجني ثمار ذلك حيث بدأنا بنشر ثقافة حب الأنجال للخيل وحرصنا على متابعتهم وتدريبهم خطوة بخطوة حتى المشاركة في السباقات المحلية التي أقيمت في البحرين ومع تقدمهم في العطاء والجهد الكبير تمكنوا من التواجد القوي في أول سباق أوروبي وسأحرص على تشجيعهم ومتابعتهم باستمرار خلال الفترة القادمة من جانبه أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على جهود سموه في تشجيع وإبراز قدرات الأنجال ومشاركتهم في أول سباق أوروبي مشيرا سموه إلى أن هذا الاهتمام ساهم في بروز الأنجال في السباق وإنهاء المرحلة بنجاح وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لعب دورا كبيرا في تشجيع الأنجال عبر تنظيم بطولات محلية وتدرج خطوة بخطوة نحو الوصول إلى أول سباق أوروبي وتمنيا سموه للأنجال دوام التوفيق والنجاح في المحافل القادمة وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن المشاركة الأوروبية للأنجال تزرع في نفوسهم الثقة واكتساب الخبرات والتأقلم مع طبيعة الأجواء الأوروبية لإبراز قدراتهم العالية في التحمل والقيادة حيث أننا نحرص على دعمهم وتشجيعهم من أجل الوصول إلى تحقيق كامل الأهداف هذا وقد جرى تتويج الأنجال بكؤوس المشاركة في ختام السباق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر